السلام عليكم ورحبا بكم بقناة مطباق عما اليوم ديتكم فيديو جديد حضرت لكم جواز لبيا مشتوب الجج جي خفيفة وبنينا وان شاء الله تشوفوا الفيديو الاخر او ذو الوقت مطباوش عليكم باش نخليكم مع هاد الفيديو بسم الله على باكات الله هنا الحاجة الولانية كنت خلقوزينا نعجن المطلوع لاخرسكوشا اللي هو نعجن انا قلت لكم عندي نعجن نعبنها حاجة الولانية نبدأ بالعجين وبعد نضرب لفته وانا قلت لدي رسطة اشوف له كنت قطعته واسيته في الماء وازيت معها ورقة عضنة وخليته يغلي هكذا باش نقليه الريبوكي ونضغن نطيب معكم هاد الفيديو ستعلو بها ماشتوب الجج هنا كنت طبت زوج مغرفة الزيت ومغرفة السمن ماشي معمره نخلي ذلك السمن تاعي والزيت يسخنوا وانا نضيف فترة الجج هكذا اننا نغطيهم ونخليهم يتقلوا من ذلك نقلبهم من ذلك حتى نشوفهم تقلوا دو حقهم تعتقلية هذه الولانية الحاجة نبدأ بها نضيف الجج باش نضيف البصل هنا احببها بصلة كنت غابيتها والجج جداعي بعد ما كنت قلبته كما كنت تلاحظو فيه نضيف هذه البصل ونقعد نقلي هكذا البصل حتى نشوف هذيك البصل تعيدة باش هذيك الوقت لاحظو يعني نضيفت زوج نتاع الزوم مغابيين نضيفت زوج نضيف يعني حتى نضيفت زوج يعني كيف كيف هذي دايما يكون فيه الزوم لاحظو ننزاوه نحيو كامل ونقعد نقلي وانا كنت قطعتها البيه ماشتو نعرف كاملت تقطعها وحطيتها في الماء حطيتها وشوية خلف الماء وشلتها مليح وفيها بزاف تراب يفضل بالبال يعني شلوها مليح وخليتها تتقله ووشيت لها شوية الماء لخاطي كانت تشفي كلش وخليتها تتقله كيف كيف يعني مشي حتى نمرقوب لاش نضيفه البيه ماشتو لا لا نضيفه البيه ماشتو وعلي هنضيف التوابل بنسبة التوابل طبت فلفل البيض شوية سكنجبيل شوية قرفة والملح طبيعة الحال هكذا سكنجبيل قدرت شوية قرفة والكركم والملح بالاخر هكذا نقلم لحذي كله بيه مشروب على التوابل والجاج بشتبنينا نضيف شوية ماء خاطر هذيك توابل بش مينحلقوا ليش وهنا نضيف ساديك الورقة شو طيبة تسعل مع النصف في الاخر ناحيته ونعود كيف كيف في الاخر نضيف الماء ونقليهم مليح بش الملق هكذا نضيفه شوية ماء ونضيفه هذي تقلت مليح نملقه هكذا مشيه بزاف لا تجيوش لحاجة نعافوه بها ما اشتطلق الماء كما تشاهدوا هنا نغلق على الكوكونتا ونخلي جوه استعي تيب وهنا نلخص بعد ما خملت دخلت الكوشة نضيفه في كيش طلع على يبارك الخبز ستعي رح يتيب وجوه استعي رح يتيب بش هكذا نضيفه قد قد يعني ما نضيفه وقتنا شوفوا كيفاش يجي يعني يجي ما شاء الله خفيف وهنا جوه استعي بعد ما طاب لي اتجمل لي وفي الاخر نضيفه هكذا مع الدنوس مقطع وان شاء الله تشوفوه معي في الصحة نتقديم هذا هو الجواز اللي حضرت معكم لو بيما شتوب الجج تي خفيفة و تحبو تحضروها باللحم تنجمو بصحة الججية تي خفيفة و الملقات الحاجات ملبية نعصر عليها القعص و رشيت عليها بالمعدنوس و اللي يحب ميداش للكركم ينجي ميداش للكركم يخلي لعصو ستح وبلونش هذي هي هذا هو شوف لغ كنت قليته بالبيت و رشيت عليها بالمعدنوس والقعص يجي بنين والخبص يجي خفيف بزاف كنت سبقت واسيتوكم في القناة و كان بزاف اللي يجربوه و جاهم لح يعني نشغل في الوصفة هذي هي يعني للكم روتين حاجة الأولانية قدتكم نبدأ بالعجيل و بعد نروح الجواز و شاهيتكم في الجنة نتمنى ان شاء الله يعجبكم هالفيديو و لا عجبكم و سيبلي يجم و شاركوه في القناة خليت لكم اللي احنا و رح تلبى الفيديو اخر والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة